بسم الله الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين بسورة الدخان التي يقال فيها حديث ضعيف أن من قرأها في ليلة صلى عليه الصعبون الف ملك حتى يصبح فانتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب لنين عبر نكشف عن العذاب إن مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون فانتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم قال المفسرون عندما اشتد هذا الكفار الكفار الكريش للرسول صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه داع عليهم قال اللهم أجعل عليهم سنين كسنين يوسف اللهم أجعل عليهم سنين كسنين يوسف كسنين يوسف فنحن نعلم أن يوسف عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ضرب مصر أو ضرب العالم كله بقحت لمدة سبع سنوات والأنقذ مصر الرؤية التي رأىها الملك ويفصرها يوسف عليه السلام فاللهما أجعلها عليهم سنين كسنين يوسف فامتنع امتنع نزول القطر من السماء امتنع نزول القطر من السماء وحدث جد وقحت شديد جدا لدرجة أن كفار كريش كانوا من شدة الجوع يرون الدخان في السماء يرون الدخان في السماء من شدة الجوع ضباب حتى أتى أبو سفيان بن حرب للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أكل قومك وذوك وأهلك العلهز والجيفة وورق الشجر فضع الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه هذا ويعلم أن رسول صلى الله عليه ثم أعطاه العهد والميثاقة على أنهم سيدخلون في الإسلام فانتقب يوم تأتي السماء بدخان المبين يخشى الناس هذا عذاب أليم فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم ونزلت هذه الآيات فانتقب يوم تأتي السماء بدخان المبين أي دخان يعني يخشى الناس هذا عذاب أليم ربناك شف عننا العذاب أئنا مؤمنون وقال أنهم سيأتوك وسيطلبون منك أن تدعو لهم بانكشاف هذا العذاب ولكنهم سيعودوا إلى الكفر وينقضوا العهد والميثاقة الذي أعطاه لك لذلك قال الله سبحانه وتعالى ربناك شف عننا العذاب إننا مؤمنون على لسان هؤلاء كفار فقالوا ربناك شف عننا العذاب إننا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين يعني ربناك شف عنه يعني ربناك شف عنه يتعجب ويستنكر هذا القول يعني كيف سيتطعزوا الآن ولم يتطعزوا من قبل وقد جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بآيات واضحة جالية رسول مبين وقد جاءهم رسول مبين أي معه آيات مبينة وهو نفسه كانوا يعرفونه يعرفونه صدقه وأمانته وعقله ورجحت عقله وكل يعني ثم جاءهم بآيات بآيات عظيمة فكفروا ولم يستجيبوا فأنا لهم الذكرى الآن يعني كيف يستجيبوا الآن العكاة كلها محط محط كذب لأنهم هم في مخمصة الآن فيريدون أن ينجوا أنفسهم من هذه المجاعة ثم يعودون فذلك قالوا رب العالمين وأن لهم الذكرى يعني لهم الاتعاز والتذكر آآ والاعتبار وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ثم أعرضوا عنه تولوا عنه أي أعرضوا عنه وقالوا معلم مجنون يعني رسول السلام لا يأتي بازل القرآن من عند الله سبحانه وتعالى ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى والقرآن وفصل بعضه بعضا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وقال إنه قالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا القرآن القرآن من محضي من عند الله سبحانه وتعالى ولكنه يتعلمه من كما سنقول في لقاءات قادمة بإذن الله أنه يتعلمه من أهل الكتاب أو من نصارى أو من مسلمين دخلوا إسلام وكانوا يقرؤون كتب أهل الكتاب فكان رسول السلام منهم يعلمون رسول السلام وطبعا هذا محض الكذب وافتراء يجذبون على رسول صلى الله عليه وسلم لذلك قالوا معلم مجنون كيف يكونوا معلما ثم يكونوا مجنون يكون معلم يكون مجنون كما قالوا رب العالمين سبحانه وتعالى أنظروا كيف في سورة الفرقان أنظروا الجايف وضربوا لك الأمثال فظلوا في لاسعطيونه سبيل وفي سورة الإسلام قالوا يعني يختلفوا في الرسول صلى الله عليه وسلم عما يتسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون النبأ العظيم اللي هو القرآن الذي هم فيه مختلفون بعضهم يقول سحر بعضهم يقول كهانة بعضهم يقول شعر بعضهم يقول كذب بعضهم يقول أنه تعلمه من أهل من المسلمين من نصارى دخلوا الإسلام يعني يقرؤون كتب أهل الكتاب ثم يعني يملونها على الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذها ويأخذها منهم وبعضهم قال أنه يأتيه الشيطان ينزل عليه الشيطان فيعلمه هذه الترانيم أو هذا القرآن فأقوال متضاربة وتضارب هذه الأقوال وكثرتها تضارب هذه الأقوال وكثرتها تدل على كذبها كلها لأن لو كانوا تفقوا على قول واحد لكن أقوال كثيرة جدا تدل على كذبا لأنهم يتخبطوا يتخبطوا لا يعني لا يستطيعون أن يحددوا صفة معينة للصوص على السلام فدل هذا على كذب وقالوا معلم مجنون أي يتعلم هذا القرآن من كيف يكون يتعلمه ويقول مجنون هو يكون معلم يكون مجنون وقالوا معلم مجنون إن كشف العذاب قليلة أي أننا سنكشف هذا العذاب قليلة إنكم عائدون قال بعض الماء طبعا الرسول عليه السلام دعا فنزل فنزل القطر وخذ بالك وانتفأ وزاء ورب الله سبحانه وتعالى رفع عنهم هذا العذاب وهذا القحط إن كشف العذاب قليلة إنكم عائدون قال العلماء إنكم عائدون أي أنكم عائدون إلى الكفر برقة أخرى وستنقضون العهد وبعض العلماء قال إنكم عائدون في عذاب اللہ سبحانه وتعالى أي أنكم ستنقضون العهد وسيحل بكم عذاب آخر ستعودون في العذاب يعني جمهور علماء قال هي غزو دو بدر الكبرى التي قتل فيها سبعون من سندير الكريش أو كفار الكريش وأسر منهم سبعون كانت ضربة قاسمة قاتلة لكفار الكريش ف قبل الله صحيح تعالى قال يوم نبتش البطشطة الكبرى إنا منتقمون فهما عادوا في العذاب عادوا إلى الكفر فكان الاتقام الثاني هو يوم بادر بعض العلماء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتشد هناك حديث روية عن رواد عن سوفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن حراش عن حزيفة بن اليمن إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ما الدخان فتل عليه هذه الآيات قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذام الأليم ربناك شف عنا العذاب إننا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين هذا الحديث أقرب إلى أن يكون حديثا موضوعا سؤل حقيق السند قالوا رواد هذا السؤل ودخل عليه الناس قالوا أنت روايت هذا الحديث فقال لا ولكن دخل عليه الناس فقصه عليه ثم تخرجوا وقالوا قالوا قالوا يعني رواد سكت فاعتبروا سكوته اعتبروا سكوته هذا تقريرا للحديث فتقالوا وقالوا أن رواد يروي هذا الحديث وهو لم يرويه لكن لا يستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الشيء بالشيء يذكر يكون قرأ هذه الآيات لأنها موافقة أو مقاربة لما سيحدث في الآخرة الرسول صلى الله عليه وسلم سؤل حزيفة بن اليمان الحديث الحديث بيقول عن رواد عن صفين السورية عن منصول عن حراش عن حزيفة بن اليمان عن سعر الرسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يخرج الدجال وينزل عيسى بن ماريوم وتخرج نار عظيمة من قاعر عدن أبيا تسوق الناس إلى محشرهم تقيلوا معهم حيث يقيلوا وتبيتوا معهم حيث يبيتوا والدخان والدخان قال يضرب الأرض أربعين يوما يضرب الأرض أربعين يوما فيصاب المؤمن منه كالزكام أما الكافر فينتفخ منه أما الكافر فينتفخ منه فيخرج من كل شيء منه من مسامعه ومن فامه ومن ضبره ومن أنفه ومن أذنه حتى يحتلق كالعجل الحنيز أو كلم فالدخان نحاة يوم في يوم القيامة فالكافر لما تظهر آيات الله سبحانه وتعالى سيادع الله سبحانه وتعالى يوم تأتي آيات ربك أو بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنهم منتظرون فالدخان من أوائل الآيات لا ستأتي وسيكون عذاب أليم فالكافر سيقول ربك شف عننا العذاب إن مؤمنون لكن لن ينفع نفسه إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فربما يقول استشهد استشهد بهذه الآيات ربما لا أجزم لكن أقول ربما الشيء والشيء أذكر والقرآن حملوا أوجه حملوا أوجه كما قال حملوا أوجه كما قال سيدنا عمر المخطب رضي العنو القرآن حمله وقاله الآية كانت تحتمل أكثر من تفسير لكن طبعا الراجح والصحيح أنها نزلت في القحط والجذب الذي ضرب الكفار عندما دع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما جعلها عليهم سنينة كسنين يوسف فأكل ورق الشجر والعلهز وغيره وغيره وكانوا يرون من شدة الجوع ينظرون في السماء فلا يستطيعون أن يرون فلا يرون دخانا كسيفا وليس هناك دخان ولكن يرون ضباب من شدة الجوع فلذلك قال الرسول محتقب لما تأتي السماء ودخان وميخش الناس هذا عذب أليم ربنا نكشف عنا العذابة إن مؤمنون أن لهم الذكرى فهذه الآيات ربما هي موافقة لما سأحدث في آخر الزمام من ظهور عند ظهور عند ظهور آية الضخان وهذا ما يضرب الأرض فيصاب المؤمن منه يعني بالذكام والكافر يكون عذابا أليما عليه يعني فيخر من كل شيء من جسده ويحترق فهذه هي تفسير هذه الآيات وهي آية بسورة مكية تبايل لنا العذاب الذي نزل من كفار الكريش عندما استعصوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا قولي هذا استغفر الله لي وليكم